معي من ريف دارع مراسل أخبار الآن محمد الحوراني محمد مساء الخير ماذا لديك من تفاصيل وجديد ما حدث بالبادية السورية وشرح أوفى عن أهمية التطورات اليوم نعم يسون مساء الخير كما تعلمين أن فصار الجفة الجنوبية تمكنت من السيطرة على أجزاء كبيرة في الحماد الشامي في الأيام الماضية ضمن معركة وسرجنا الجياد هذه المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي تمكنت فصار الجفة الجنوبية من تحرير هذه المناطق بشكل سريع بما يقارب مساعة 120 كم أريد أن نوه أن هذه المناطق عندما كانت تحت سيطرة تنظيم داعش لم يكن النظام يجرؤ على استهدافها أو الاقتراب منها اليوم بعد أن سيطرت عليها فصائل الجفة الجنوبية التي تصنف أنها فصائل معتدلة من داخل سوريا يحاول النظام أن يستعيد هذه المناطق حاول التسلل إلى منطقة السبع لبيار ومنطقة ضاضة في البادية في الحماد الشامي منذ يومين وتمكن من السيطرة على تلك النقطتين مما دفع فصائل الجفة الجنوبية المتمثلة في جيش السود الشرقية وأيضاً لواء شهداء القريتين بمواجهة قوات النظام واستعادة بعض النقاط التي سعى النظام للتقدم إليها كما ذكرت أن هذه المنطقة تعتبر ذات أهمية استراتيجية للنظام والمعارضة فالنظام يحاول أن يحمي خطوط دفاعه على المطارات العسكرية كمطار السين وأيضاً المحطة الكهربائية الحرارية التي تقع في ريف دمشق بالإضافة إلى تضييق الحصار على الغطا الشرقية التي ربما تكون في الأيام القادم هناك معارك لفتح طريق أمداد عسكري وأمداد إنساني للغطا الشرقية من قبل فصائل الجفة الجنوبية عبر التمدد في الحماد الشامي بوصولاً إلى منطقة الاعتباء ووصولاً إلى الاستراد الدولي الاستراد عفواً ما بين محافظة السويداء ومحافظة دمشق الجدير بالذكر أن النظام بدأ يستبق الأحداث في معركة الرقة التي باتت قابق أو سيناء وأذنى يحاول قضع إمداد طرقات العسكرية يحاول أن يجعل له مخرجاً أو وجوداً في تلك المعركة التي هو شريك فيها وماذا عما يحدث على الحدود الأردنية ومحاولات أيضاً قوات الأسد في هداف ثوار هناك؟ لا ما فهم السؤال جيداً ميسون الحدود السورية الأردنية تطورات فيها هل لديك أي جديد؟ بالنسبة للحدود الأردنية السورية هناك تحركات عسكرية على الحدود السورية الأردنية وقام النظام أيضاً باستداف بعض النقاط العسكرية قبل سريان الهدنة واتفاق أستانا في منطقة الشياح ومنطقة درعة البلد حيث كانت تسقط بعض القذاف على الحدود الأردنية كان الجامل الأردني يأخذ احترازات عسكرية يرفض أي تهديد إلى حدوده هناك تصريحات أردنية بأن الأردن سوف تقوم بالتدخل إذ تم تهديد أمن القومي داخل الأردن ولا ننسى أن هناك وجود لتنظيم داعش في منطقة حوض اليارموك هذه المنطقة التي تربط ما بين مثلث بين سوريا والأردن هذه ربما يكون داعش يشكل خطراً أيضاً على الدول الأردن وبذلك يكون الأردن قد بات جاهزاً لحماية حدوده ومواجهة هذا التنظيم إذ حاول المس بالأمن والاستقرار داخل الأراضي الأردنية شكراً لك من ريف درعا مراسل أخبار الآن محمد الحوراني